ونتحول الآن مشاهدين الكرام مرة أخرى إلى جامعة الدول العربية لنعرض معكم وقائع البيانة الختامية للمؤتمر الخامس للبرلمان العربية في هذا الجانب كما تضمنت عدد من التوصيات والمرأيات البرلمانية التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذاء العربي وأهمها أولاً إيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام قذاء عربي أكثر استدامة ومرونة ثانياً توطين التكنولوجيا وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية ثالثاً تعزيز استثمارات العربية في القطاع الزراعي رابعاً تنمية الثروة السماكية والحيوانية في الدول العربية خامساً حوكمت إدارة الموارد المائية العربية وتبني رؤية عربية موحدة تجاه قضية الأمن المائي العربي سادساً ضرورة تحقيق التكامل العربي لتحقيق احتفاء الذاتي في مجال القذاء سابعاً دعوة الدول العربية إلى أطلاق مبادرة التحالف العربي للأمن الغذائي ثامناً ضرورة تحقيق التكامل بين الأدوات والمبادرات العربية لتحقيق الأمن الغذائي تاسعاً تعزيز الجهود العربية في مواجهة التغيرات المناخية عاشراً تعزيز دور الدبلوماسي البرلمانية في حل أزمات والصراعات في المنطقة العربية وفي النهاية فأننا نتقدم بخالص الشكر وعظيم التغدير إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة برلماناً وشعباً لاحتضانها أعمال هذا المؤتمر واللي يمثل امتداداً لدورها الرائد في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك كما نتقدم بالشكر للأمان العام لجامعة الدول العربية بقيادة معالي الأخ العزيز السادة أحمد أبو القيط الأمير عام لجامعة الدول العربية لاستضافة هذا المؤتمر والشكر موصول إلى الأمان العام للبرلمان العربي بقيادة سعادة مسشار كامل شعراوي لما بدلته من جهود مخلصة مغدرة من أجل تنظيم أعمال هذا المؤتمر وتوفير كافة السبل لإنجاحه أصحاب المعالي رئيساء المجالس والبرلمانات العربية أصحاب المعالي رئيساء الوفود المشاركة في ختام أعمال مؤتمر الخامس البرلمان العربي ورئيساء المجالس والبرلمانات العربية أتوجه لمعاليكم بالشكر والتقدير والامتنان على تشرفكم هذا المؤتمر وعلى كل ما تبذلون من جهود مخلصة لخدمة الشعب العربي وغضايا الاستراتيجية والشكر موصول لممثلي رأساء البرلمانات في اللجنة التحضرية على جهودهم في تنقيح الوثيقة كما أتوجه بالشكر للتغدير الأمانة العامة لجمع الدول العربية على مشاركته وعلى مقدمة الأمانة من تسهيلات لصدافة هذا المؤتمر كل الشكر للأمانة العامة للبرلمان العربي لحسن تنظيم أعمال هذا المؤتمر والشكر موصول لوسائل الإعلامة التي شاركت في تغطية فعاليات وعمال المؤتمر وكل من ساهم في إنجاحها داعياً الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير وعزة ونصرة أمتنا العربية وأدعوكم الآن أدعو رأساء البرلمانات أصحاب المعالي رأساء البرلمانات ورأساء الوفود للساحة الخارجية لأخذ صورة رسمية بمناسبة خدام المؤتمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونراكم عليه خير إن شاء الله شكراً